طفرة عمرانية غير مسبوقة تشهدها مصر في محاولة لخروج المصريين من الواد الضيق وتخفيف العب عن أحياء وسط القاهرة المزدحمة وخلق فرص للاستثمار العقاري الواعد وزيادة عوائد الدولة كما لم تنس الدولة محدود الدخل وقاطين العشوائيات من خلال المشروع القومي للإسكان الاجتماعي وذلك من خلال تدشين مئات الآلاف من الوحدات السكنية بمختلف أنحاء الجمهورية تحولات جذرية شهدها قطاع الإسكان في مصر منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم وذلك من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي ووضع خطة التطوير العمراني بجميع المحافظات على رأس أولويات الحكومة وإطلاق مبادرة سكن كل المصريين بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين وتنتهج الدولة استراتيجية خاصة لدعم محدود الدخل والتي تشتمل على دعم المواطن أو الوحدة السكنية لتمكن الحصول على سكن ملائم وتبنت الدولة أطخم مشروع إسكان في تاريخ مصر حيث قامت برفع مخصصات الدعم للإسكان الاجتماعي لأعلى مستوى في تاريخها وذلك بعد استهداف الدولة للتحقيق برنامج مليون وحدة سكنية وتتوالى عمليات طرح العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعية في جميع أنحاء الجمهورية ضمن تسهيلات قدمتها الدولة لامتلاك وحدات سكنية ففي عام 2016 تم تعديل فئات الدخل التي يمكنها التقدم على الوحدات في ضوء مراجعة نتائج بحث الدخل والإنفاق في يوليو من عام 2016 ومؤشرات التضخم واقتصر التعامل على هذه الوحدات للمواطنين وعليه فقد تم إنشاء 764 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعية منذ 2019 حتى 2021 ليصل إلى 11 مليون وحدة سكنية للشباب ومحدود الدخل بالمدن الجديدة والمحافظات بمساحات تتراوح ما بين 75 و90 مترا مربعا وفيما يتعلق بمشروعات تطوير المناطق غير الآمنة والمناطق غير المخططة كانت دائما وأبدا على رأس قائمة أولويات الدولة فقد سعت الدولة وقدمت مجهودا كبيرا في هذا الملف لتستهدف الوصول لمصر خالية من المناطق غير الآمنة حيث قامت بنقل سكانها إلى مناطق مناسبة لتحقيق حياة كريمة في المسكن والحفاظ على صحة سكانها والارتقاء بمستوى معيشتهم وبالمستوى الثقافي والاجتماعي للمواطنين المواطنين